الصلاة على وقتها ولأن دخول الوقت شرط أساسي للصلاة فبدأت عملية حساب الأوقات في الحرمين الشريفين بالنظر إلى الشمس في شروقها ومغيبها وعند الفجر يأتي خيطان فاصلان للوقت المحدد لإقامة الصلاة جاءت المزولة الشمسية بعد ذلك لتسهل المهمة في معرفة وقت دخول الصلاة وسميت بهذا الإسم كونها تعتمد على زوال ظل ما تأتي عليه بعد وقت الظهيرة وهيئتها تتألف من عصا وضعت على سطح مجسم دائري جاء متماشيا مع دوران الأرض حول الشمس تثبت بشكل عمودي لتكون كشاخص كلما جاءت عليه الشمس تركت ظلا له وبهذا الظل يعرف وقت ارتفاع صوت الأذان في أرجاء المسجد الحرام بالنسبة للمزولة الشمسية والتوقيت خصوصا لأوقات الصلوات في المسجد الحرام كانت مهمة والتوقيت كان يستخدم على طرق مختلفة منها الساعات على الشكل الحديث ولكن كانت قديمة على بداية ظهور الساعات ومنها ما هو قبلها اللي هو المزولة الشمسية زي ما هم وضح أمامنا هذه المزولة الشمسية اللي كانت تستخدم لمعرفة توقات الصلاة تحديدا لصلوات الظهر والعصر طبعا هذه المزولة كانت موجودة على سطح بير زمزم وجدت من عام 1023 هجرية في سطح بير زمزم حتى مكان زمزم هو المكان الأعلى والأبرز الذي تكون عليها الشمس ساطعة قول النهار فطريقة عمل هذه المزولة طبعا هي المفروض تكون في عصايا أو قطعة خشبية ممدودة تتحرك ظل هذه القطعة مع حركة الشمس بحيث تكون إذا انتصفت شمس النهار عمودية أصبح ظل كل شيء مثله وهذا في التوقيت الإسلامي ظل كل شيء مثله هذا معناته وقت دخول وقت صلاة الظهر طبعا تبدأ الشمس بالمغيب من الناحية الثانية وظل الأصايا أو القطعة الخشبية تتحرك مع حركة الشمس حتى ينتهي لحرف العين هنا وهذا مقصود منه ثاني يعني مكتوب هنا أول وثاني الثاني يعني بداية دخول وقت صلاة العصر يعني ظل كل شيء مثله هذه طريقة عمل هذه المزولة طبعا النهار 12 ساعة مقسمة بعدة شرائح الـ 12 ساعة الـ 6 ساعات الأولى تتهي بخط المنتصف اللي هو وقت صلاة الظهر بعد ذلك طبعا ميزة هذه المزولة تشتغل بهذه الطريقة أو بالناحية الثانية بالناحية الأخرى يعني تقدر تعمل لها حركة بالحركة العكسية تعمل بالجهتين ولما تقدم الزمان وصالت العقول وجالت في ميادين الابتكار جاءت الساعة الرملية والتي تتألف من زجاجتين جاءتا بشكل متعاكس فوق بعضهما البعض وملئت إحداهما بالرمل الذي ينسكب على الأخرى فأصبحت تستخدم في حساب الوقت بين كل صلاة وأخرى بعدد المرات التي انتقل فيها الرمل بين كل زجاجة وأخرى وقبل أكثر من ثمانين عاما وضع مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ساعة حديثة في الحرم المكي عرفت باسمه وكان يعبأ محركها بالدوران كل اثني عشر ساعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر